جينا الفقرة وهي فقرة الجمال والكلت الفقرة الاسبوعية عندنا وبنقدم اليوم في موضوع نهاردة بيتعرضوا بعد حالات الطوارئ اللي ممكن تحصل جوه البيت وهي حالة لطفلة تعرضت لسقوط زيت مهلي على الرأس وعلى فروة الرأس طبعا بالتحديد موقف شديد القصوى بس عايزين نتعرف ايه امكانية علاجها وازاي نتغلب على من خلال الجراحات التجميل وان كان طبعا لا يجب ان نؤكد على مسائل الوقاية واتخاذ الاجراءات اللازمة ونعرف في البيوت ايه اول اجراءات لازم يحصل لجاية ما نقدر نستشير طبيب او نتوجه لطبيب او لمستشفى طبعا مع كل امنياتنا بالسلامة الدائمة لكل مشاهدين نتابع البقرة والزميلة غاد عبد السلام مشاهدين العزاء صباح الخير واهلا بكم معنا وفقرة الجمال والجلد في فقرة سابقة التقينا بحالة من الحالات اللي اجرينا لها جراحة تجميل طبعا من خلال الاستاذ الدكتور مونير ويليام استشاري جراحة التجميل والامراض الجلدية اهلا بك يا دكتور وصباح الخير صباح الخير عايزين نتعرف مع حضرتك على الحالة بعد اجراء العملية احنا عايزين نتفكر يا سادة المشاهدين بالحالة كانت حالة الطفلة اللي معنا وكان في حرق على فروة الرأس مظبوط اول الضبط هنا الطفلة كان عندها حرق تقريبا من حوالي عام او عامين وكان بسبب زيت يعني مادة السيلة كانت موجودة الزيت ده ويعا على فروة الرأس واعمل حروق من الدرجة التالتة كانت نتيجته ان نص الشعر بالكامل اللي فروة الرأس بالكامل كان مفقود وبالتالي حصل نوع من التلايف كل جلد فروة الرأس دي حاجة الحاجة الاسر التاني اللي نتج من الحرق ان كان فيه التصاق بالأذن اليسرى بالجلد الحاجة التالتة ان كان فيه نتبة مخصرة في الرقبة فكان البنت الأذن مفيش جلد ميلو بالتزق وكان الرقبة منخبضة الى الداخل وكان تقريبا نص الشعر اللي فروة الرأس الكامل من النصف الى الاخر كان غير موجود ده الجهاز بالضبط اللي احنا كلنا مركبينه هنا في بنتنا جيلان والحقيقة ده عبارة عن جهاز ليه حجب معين وليه شكل معين وبيركب بطريقة معينة فروة الرأس احنا بنختار شكل الجهاز حسب المكان الفارغ اللي موجود يعني في الحالة دي كانت المسألة كانت على هيه متوازي مستطيلات او مستطيلة الشكل فاضطرين اركب جهاز متوازي مستطيلات اللي حجم معين حوالي ربعمين سنت المكعب والجهاز بيتركب في منطقة الشعر السليم وبعدين بيتم حقن الجهاز من طريق هذا السمام وبقى بعد كده الجهاز بيتمدد ويكبر في الحجم ويتمدد الجلد والشعر معه بطريقة معينة لغاية لما يوصل لحجمه شكل معين وبعد كده بنجرى عملية تانية بعد حوالي ستة اسابيع بيتم فيه ازالة الجهاز والجلد بيرجع ينام بطريقة معينة ويتم تدخل الجراحي وزي ما انت شايفه بتنتهي الحالة بخير ودي الحالات الحقيقة اللي كانت بتتعالج قبل كده مش في داخل مصر الحالات دي كانت بتتعالج في الخارج ودلوقتي فيه اطباء منتزين بيقدروا يجروا هذه الحالات بكفاءة عالية جدا دي ناحية الحاجة التانية ان وزارة الصحة مشكورة ممكن بتجري هذه الحالات لنسبة عالية جدا من الاطفال بتتحمل تكلفات لان تكلفة الحالات دي تكلفة عالية جدا والحكاية الحقيقة هنا جراحة تجميلية تكميلية لكن نفس الفكرة بنجريها تماما في علاج الصلح بان احنا ودي تعتبر جنحة جمالية ان احنا بنزرع جهازين زي دول في جانبي الرأس من الجانبين وبعدين بيتم حقنهم الى ان يتمددوا الى حجم معين وبعد ذلك يدم ازالة الجهازين ويتم الجلد يرجع لمكانه وبالتالي نقدر نعالج حالة زي حالة الصلح فهنا جراحة تعتبر تكميلية لابد منها بالنسبة لهذه الطفل في حالة زي حالات الصلح الجراحة دي تعتبر نحية جمالية علشان تقضي تماما على مرحلة زي مراحل الصلح ومرض من الامراض اللي احنا كنا نخاف جدا نعالجه او علاجه نقول شيء مستحيل دلوقتي بقى بين ايدينا ان احنا نقدر نعالج حالات من الصلح الشديد جدا ونجد في نتائج حيلة جدا ولا يمكن وصعب جدا انك تقولي ان الطفلة دي في يوم من الايام كان نص فرط الرأس ما كانش فيها شهر احنا دايما بدنا ننصح ان اي مادة ساخنة تتكون لابد ان احنا نجيب على طول المية الساعة اللي موجودة قدامنا او كمداد التلج في المكان ونستشير اخرى الطبيب لنا الطفل زي كده بيعاني من ثلاث مشاكل رئيسية صعبة جدا المشكلة الاولى انه ممكن تحصل له صدمة عصبية الطفل دا ممكن يجيله صدمة يبقى مؤثرة على حياته النقطة التانية انه ممكن تحصل اخلال بالتوازن الايوني في جسم الطفل بالنسبة للصدم والموتاسيوم والاخلالة الايوني الحاجة التالتة انه لو حصل حرق كبير ممكن يحصل فخضان للسوائل من جسمه والثلاث حالات يأثروا على حيات الطفل ومن هنا لابد ان الطفل صحيحة تعمل بحاجات ساعة ابد طبعا في حاجات شائعة يقولك استخدام معجون سنان او استخدام ضن او استخدام زيت او استخدام كريمات كل الحاجات دي بعيدة جدا عن الصلاب والكلام المزبوط انه استخدم كمدات تلج ساعة واسرع لاقرب طبيب ليا علشان احمي طفلي من الثلاث اسباب للصدمات اللي بتحصلوا سواء كانت صدمة نفسية عصبية او سواء كان اخلال بالتوازن الايوني او كان سواء الفقدار للسوائل الجسم اي اسعافات اولية لهذا الطفل ممكن كانت تنقص مرحلة كبيرة جدا وتؤجل كل العملية العنيفة اللي كانت ممكن اجراتيه لكن الحمد لله يعني الوقاية دا من بنقول خير من العلاج لكن ارجو ان احنا ما نتقناش ونترك اولادنا لان ممكن الحالة دي لو اتعملت في كبر كانت تحتاج لأكتر من عملية وكانت ممكن تحتاج لأكتر من جهاز وكان ممكن الجسم يرفض الجهاز ونحتاج لكذا تدخل جراحي وكذا مشكلة في علاج هذه الحالة وبالعكس هي شجاعة والديها وانهم اسرعوا ان عملوها دا كان شيء كويس بننسب لهذه الطفل عمر احنا في النهاية بنشكرك جدا يا دكتور شكرا وبنتقي بيكم في مثل هذا المعدن الاسبوع القادم وفقرة الجمال والجلد شكرا لكم والى اللقاء